موسيقى موسيقى اعتبرنا ان هناك انتظارات كبيرة جدا من هذه اللجنة بصرف النظر عن بعض المراحضات المطارة في الرأي العام نحن في حزب العادة المياه الذي همنا ان هذه اللجنة اليوم اعتمدت مقاربة الانصات الى الفاعلين والى مقارباتهم والى مذكراتهم اللجنة ظننا ان شاء الله انها ستعكف على تتمين هذه المذكرات واننا في النهاية نحن كل الفاعلين الحزبيين والمدنيين والنقابيين نريد ان نرى عطرا لما قدمناه من مقترحات في المخرج النهائي لهذه اللجنة لان هذا سيتم من عمل الهيئة التي شغلت وسيعز استقامة اخرى وسيكون هو الجواب العاملي على بعض ما يقال هنا وهناك في ذلك قدمنا هذه المذكرة بتفاصيلها وكان هناك تجاوب وتفاعل من قبل عضاء اللجنة طبعا اكدنا على امور اساسية قدرناها جوهرية نلتقي فيها عموما مع مجمل الاحزب السياسية والفاعلين عموما ما يتعلق بتعزيز انطلاق من القيام المجتمعية وهنا بشن صحيح القضية عندما نقول قيم اولا هناك تجارب تنموية ناجحة في عدد من القارات يعني هذه التجارب استلهمت قيمها المجتمعية وانطلقت ونجحت فلماذا نكون بيد عن نحن الأمة المغربية ثانيا عندما تحدثوا عن قيم احترام الوقت واحترام القانون وتقدير والتفاني في العمل وتقدير الواجبات وتقدير الواجبات على الحقوق وقيم المواطنة والتشارك والتعاضد وغيرهم القيم هذه قيم عالمية منتجة تنمويا فنحن ويسن بصدد نموذج تنموي مختزل في أبعاد قصادية لا هذه النماذج محدودية لا محدودية في ذلك قلنا هذا وقلنا لا نتصور نموذجا تنمويا ناجحا هذا لم ينطلق من المرتكزات الدستورية وعلى رأسي الاختيار الديموقراطي لوأس تبيد دستوري وإعلى قيمة المؤسسات ومكان الحزب السياسية وغير ذلك من الأمر ثم إقرار نظام الحكامة ينبغي أن يترسخ أكثر في تدبيرنا العمومي ثم بعد ذلك قدمنا خيارة أخرى التي في مذكرتنا كان هناك تفاعل من قبل اللجنة وكان النقاش واليوم إن شاء الله نحن بصدد نقاش في الحزب من أجلي يكون هناك نقاش داخل الحزب من أجلي تملك هذه المذكرة إن شاء الله ما تنساوش تكليك وعلى الشراك على القناة الصحيفة وكيفما تنساوش نظرونا عبر مواقع التواصل اجتماعي